اظهر القضاء الاسباني احكامه على ارهابيين اثنين قاتلا الى جانب جبهة النصر في سوريا واحدهما شارك في تنفيذ عملية ارهابية انتحارية وتحدثت معلومات عن ان زعيم تنظيم جبهة النصر الارهابي ابو محمد الجولاني عميل لوكالة المخابرات الامريكية الاوروبيون اتخذوا قرارا بتسليح ما اسمه المعارضة المعتدلة في سوريا لنكتشف مع الايام حجم هذا الكذب لانه لا يوجد ما يدعونه وهذا ليست دعاء فمن هم بين ظهرانيهم ويعيشون في بلدانهم ارهابيون على ذمة الحكومات الاوروبية التي دعمت خيار التسليح صحيفة البايس الاسبانية عرضت في هذا الصدد اصدار المحكمة العليا مذكرة بحث وتوقيف بحق ارهابيين اثنين على خلفية قيامهم بانشطة تنظيم خلايا ارهابية وارسالها الى سوريا الارهابي المطلوب الاول اسماعيل عبداللطيف سافر الى سوريا اوائل شهر نيسان من العام الماضي مع مجموعة من الارهابيين نفذ خلالها عملية انتحارية ارهابية في سوريا بينما الارهاب الثاني احمد ياسين بيسو خضع لدورات تدريب ولاياقة بدنية وعقد عدة اجتماعات للارهابيين في مدينة سبتا بالمغرب اما صحيفة لاراثون الاسبانية تكشف ايضا عن ارسال الاشخاص المختلين والمرضى النفسيين الى سوريا الحقائق التي يحاول الاوربيون التعامي عنها واخفالها والتي تؤكد ان كل ما يجري في سوريا هو بفعل تنظيمات ارهابية على رأسها القاعدة ذات المنشأ الامريكي وليكشف الاعلام من جديد حقيقة تنظيم جبهة النصرى الذي يقاتل على الارض السورية تحت راية تنظيم القاعدة هو من منشأ امريكي ايضا حسب ما اكده المسؤول السابق لاحدى مخيمات تدريب القاعدة في مصر على ان زعيم تنظيم جبهة النصرى عميل لوكالة المخابرات الامريكية السي اي اي مضيفا ان الولايات المتحدة مولت القاعدة في افغانستان لمدة 18 سنة وانه كان شخصا مخدوعا بهذه المؤامرة الامريكية